مخصوص البيان اللي قاله الفريق السيسي ده بيان نجدنا كلنا من يعني نفق مسلم احنا كنا نسلين يوم تلاتين ستة ومش عارفين حتخلص امتهم صراعا بيش ما بيش حاجة تتغير في مصر وهي الدنيا تبدل زي ما هي الناس الغلابة تبدل غلابة جيش ده هو للشعب ومن الشعب وجيش ده ما وبود في مصر لحماد الشعب انا اشتريت عربية وجبتلك سواء جبتك مع السلام هو هاجب واحد تاني سوغي لك أهلا بكم مشاهدينا من جديد أرحب بسيد عمر موسى أمين عام جميع العربية طبعا وزير خارجية مصر الأسبق والمعارض البارز في جبهة الإنقاذ معلي الأمين قبل الفاصل سألتك وبرجع هلأ بسأل لماذا استطاعت حركة تمرد أن تفعل ما عجزت عنه جبهة الإنقاذ أنتوا سياسيين مخضرمين كبار لكم خبرة لكم اسم طويل عريض علاقات داخلية وخارجية لم تستطيعوا رغم اللي هلأ خبرتني أنه كان عندكم شعور أنه لا تستطيع مصر أنه تكمل بعد حتى سنة واحدة مع حكم مرسي ما قدرتوا تعملوا شيء لماذا تمرد نجحت لأنها حركة حركة الشباب حركة تحركت بنشاط وبفعالية أنت بعدك شباب معالي الوزير أيها أيها ستي بشكل هم أشاب ما شاء الله مصر كلها شابة مثل ما بيقول إن شاء الله إن شاء الله إنما ده كويس إحنا كنا في جابة الإنقاذ فخورين بهم جدا وقيادتهم لهذه المرحلة لهذه الثورة والفكرة الجيدة اللي طلعوا بيها وهي وتوقيع الاستمارات ولم ملايين التوقعات للمطالبة بانتخابات رئاسية مبكرة ثم تطوير كل هذا الحقيقة بتشير إلى أنه بتؤشر أي أن هناك أن التحول بدأ من جيل إلى جيل جيل الشباب بدأ يأخذ الأمور في يده ويبادر وينجح في مبادراته ويحقق أمور من الصعوبة بمكان كان تحقيقها إلا بهذه الطريقة المعجزة يعني هنا إجابتي باختصار أن الأمر يتحول الآن ينتقل الآن من جيل إلى جيل في مصر وده كله حيكون له أثره في المنطقة كلها لأنه اللي حاصل في مصر الآن أنا بتصور أنه سوف ينعكس في تطورات متلاحقة على مستوى المنطقة منها انتقال الأجيال انتقال المسئولية والمبادرة من جيل إلى جيل هذا شيء مهم للغاية يجب أن نأخذه فيه الاعتبار فإذا كنا بندرس مصير حركة الإسلام السياسي في المنطقة يجب أن ندرس أيضا ونتابع حركة الانتقال من جيل إلى جيل في العالم العربي على التساعه بنشوف مظاهر له هنا وهناك إنما اللي حصل في مصر هو الأساس ويبدو أنه مع انتقال هذا الجيل العمري أيضا حملين هما طريق ثالث بين الدكتاتورية الأمنية وبين الدكتاتورية الدينية بالنتيجة هم عندهم مفردات جديدة ومثل ما قلنا بالمقدمة سوف يكون تاريخ وراءهم سوف يصبحون هم مرجعية ربما أتمنى لكل الشوارع العربية أريد أن أسألك عن لا أسمحي لي هنا بس أضيف شيء أنا أتكرك بأن الطلب الأساسي لحركة التمرد كان العودة إلى صندوق الانتخاب المطالبة بانتخابات رئاسية مبكرة يعني أنهم مش اتخذوا طريق ثالث أو رابع إنما طلبوا بالعودة إلى المسيرة الديمقراطية وده الخطأ الكبير اللي أخطأت فيه الرئاسة السابقة لأنها لم تتفهم ولا تتفهم إنه الناس ما طلبوش إسقطهم إنما طلبوهم بالعودة إلى الناس إلى الشعب والتصويت عليهم أنت لتقيت مع خيرة الشاطر قبل فترة وجيزة من 30 يونيو لأي غاية؟ حكيتوا بموضوع حكيتوا بفكرة أنه يمكن أن يتداركوا ما حصل أنهم يتفهموا هذا طبعا هذا المطلب الرئيسي أنه أنا أتكلم فيه وكنت أتكلم فيه أنه الانتخابات الرئاسية ومطلب تمرد هذا مطلب تاريخي ديمقراطي حيدعم المسيرة المصرية نحو الديمقراطية أنا الحقيقة بؤمن يزين أنه الديمقراطية هي الحل بما في ذلك الانتقال حركة الانتقال من جيل إلى جيل وبما في ذلك تحللنا لمصير الإسلام السياسي اللي تلقى طعنى نجلاء في مصر طبعا وإنما أيضا ما حولها ما حولها ده ممكن علاجه لأنه عشان ما نخطئش طيار الإسلام السياسي لم يمت موجود وإنما يوضع في حجمه ولو أصلح من إطار تفكيره حتكون له فرصة هل ترى أنه هو قادر كجماعة وكبنية على هذه المراجعة الزاتية اللي أنا شايفه الآن لا أراهم قادرين إنما أيضا نحن نتكلم عن جيل الشباب صح وجيل الشباب في عمومه وعندهم طب هل كنت في جيل الشباب عندهم يستطيع أن يعيد النظر في المفاهيم البالية اللي موجودة ويضع لها مفاهيم جديدة عصرية تتمشى مع الروح المنطقة طب معالي الأمين أنت من الأخير مع الديمقراطية ولكن هناك اليوم من يقف مع فكرة ما قام به يعني فكرة إقصاء مرسي أو العودة إلى انتخابات مبكرة أو غيره ولكن يقف ضد الطريقة يعني ضد تدخل العسكر ضد اليوم الاعتقالات اللي عم نشوفها طريقة الإخراج أو التفاصيل اللي تم فيها التعامل مع الموضوع هل كان يمكن أن يكون غير طريقة طريقة أقل حدية آه بس ده بقى كلامك يجب يوجه أيضا للنظام السابق ألم يكن هناك طريقة أفضل لهم علشان يتعاملوا برد فعل أذكى مع المطالبات الشعبية الكبيرة خطأهم الأساسي كان واللي منع أو أدى بالأمر أنه يسير في الطريق اللي احنا شفناه هو أنهم يعتبروا أن أي معارضة إنما هي يا إما مدفوعة يا إما مأجورة يا إما جاهلة ما حسوش بحقيقة الأمر بأن المعارضة كانت شكوى حقيقية للشعب ولأنه آماله لم تتحقق ما فيهموش هذا الكلام فالإخوان اللي هم العهد السابق اللي سقط لم يفهموا أن المعارضة جزء من الديمقراطية طيب بل أن المعارضة جزء من الشرعي ما تقبلوش كل هذا الكلام نعم فكلاني بقى سؤالك ده يجب يوجلهم هم أيضا هل كنت في ميدان تحرير لو تصرفوا بغير ذلك كانت الأمور تتطور في طريق مختلف طب أنت كنت في ميدان تحرير بـ 30 يونيو نعم يا فنم هل نزلت لميدان تحرير بـ 30 يونيو أه طبعا أه طبعا أه طبعا كيف استقبلوك ومشيت نصفات طويلة كيف استقبلوك بتحيات كبيرة جدا من الناس طوال الطريق وإلى التحرير طب هل يعني كنت خايف من أنه لن يكون هكذا الاستقبال يعني نحن برجع بتذكر أنا مثلا وقت ثورة لقبل لما نزل برادعي على الشارع استقبلوه استقبال كان مش منيح يعني هل كنت متوقع هكذا الحاجات دي بتحصل إنما الآن أنا بعتقد أنه حتى يوم 30 يوم 30 كان استقبال طيب جدا وتفهم وكنا كلنا في قارب واحد إنما مثل هذه الأحداث بتحدث هنا وهناك طب هل هل تعتقد أنه بين الأسماء قادة جبهة الإنقاذ من يستطيع قيادة مرحلة انتقالية لا أبدا كثيرون يستطيعون ضمن جبهة الإنقاذ لما لا من جبهة الإنقاذ ومن خارج جبهة الإنقاذ حضرتك الموضوع ما هوش أنا غير مرشح لأي منصب زي ما قلتلك أنا يعني بأخدم البلاد الآن كمواطن عادي إنه مواطن مهتم حتى الانتخابات الرئاسية المقبلة يعني هو إيه حتى بما في ذلك الانتخابات الرئاسية طب بترشح حمدين صباحي برادعي لا أرشحه أحدا الآن ليش لما نأتي إلى هناك يبقى في فصة ثانية نتكلم يا ست زينة لسه بدلي شوية على هده دي يعني كيف هي ما هي الأسباب اللي عم تخليك تقول لا ما هلأ لا بعدين ما كتير فهمت عليك سمح لي والله يعني أنا شايف إنه ليس فقط بالحصول على منصب تستطيع أن تحكم مصر أنا كان عندي مناصب الكثير والحمد لله وأشعر بنوع من القناعة والاقتناع القناعة بإني قديت دور مهمة في التاريخ المصري والاقتناع بإني أستطيع أن أستمر كمواطن يخدم البلد من أي منطقة هو يقف فيها بإبداء الرأي بالحديث مع كثير من المسؤولين العرب وغير العرب هم أصدقائي وأنا بشعر أنه دي مرحلة مهمة جدا في تشكيل الرأي العام العربي للإسعداد المستقبل ولا يريت كتير سياسيا بمنطقتنا بيقتنعوا عندهم هالقناعة وهالخطوة شكرا لألك لا تكون معني معي في شارع العربي إن شاء الله منرجع من التأى والضل مصر فرحانة شكرا عمر موسى من عام جامعة العربية وزير خارجية مصر الأسبق والمعارض البارد في جبهة الإنقاذ مشاهدين فاصل نعود مع ضيفة الجزء الثاني من الشارع العربي ما يوهب عضو اللجنة المركزية لحركة تمرد بعد فاصل